موسيقى أهلا بيكم النهاردة هنتكلم على الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطن في التعامل في الشارع الطبيعي سواء التعامل مع رجل المرور أو زابط الشرطة أو الموظف العام هنبتدي النهاردة نتكلم الأول على علاقة المواطن سواء القائد السيارة أو اللي بيمشي على رجله أو اللي بيركب سيارة من سيارات الأجرة اللي في الشارع طبعا إحنا للأسف ناس كتير جدا جدا ما عندهاش الاستيعاب والقدر الكافي لفهم القانون فإحنا جايين النهاردة نفهمهم عشان لا حد يشتكي أن هناك قهر مورس عليه أو أن حد خالف القانون وفي نفس الوقت عشان نقول إزاي تعرف حقك وإيه هو اللي عليك بالنسبة لقائد السيارة في الأول قائد السيارة بيشتكي دايما رجال المرور هناك عسف في التعامل معه أو التجاوز أولا من المفترض أن في قائد السيارة الخاصة أنه يكون معه الترخيص اللازمة وتكون سارية وقانونية وفاعلة ما يكونش أنه هو ماشي المهاردة وهو مخالف لعدم حمل رخصة قيادة أو عدم حمل رخصة قيادة التسير بالتالي لما هو بيمشي بمخالف لعدم حمل الرخصة أو عدم حمل الترخيص اللازمة بيبقى عرضا أنه هو يتم التعامل معه بقصوة من رجال المرور ويخلي بالنا برضو أن عدم حمل رخصة قيادة بتعرض الإنسان للحبس قد يكون أنه هو الحبس لمدة سنة وده نوع من أنواع العقاب الرادع عشان نعيد للشارع المصري الالتزام بقواعد المرور أما الكلاف اللي بيثور دائما أن المواطن بيكون عرضة للانتهاك من خلال رجال الشرطة في الكمائن اللي بتبقى محطوطة في الشارع هو يقينا طبعا أنه هم محطوطين لفرض الأمان في الشارع المصري أو أنه هو للحفاظ على الأمان ولكن ده ما بقاش يعني مطروك ليهم بلا قيد أو شرط طبعا رجل السلطة التنفيذية بيحط نفسه في الموضع ده لحفظ الأمن والأمان بس ده ما بيديهوش الحق أنه ينتهك حرية المواطن قانون الإجراءات حدد العلاقة اللي ما بين الزابط في الكمين وما بين المواطن اللي بيسوق العربي أول حاجة المواطن اللي داخل على الكمين لازم يبقى طافي نور عربيته وهو عشان ما يزعكش الكمين اللي واقف بيستنيه عشان يتحقق من صحة الترخيص متى كان الشخص قائد السيارة ملتزم ومعه ترخيصه سارية وما فيهاش أي خلل وأنه هو داخل في كامل قواه والتركيز الصحيح مش من حق أحد كان من كان أنه يقوله انزل من العربية أو أفتش العربية إلا في حالة من حالات التلبس لأن العربية هنا المشرع اداها الحرمة بتاعة المسكن بتاع سكن المواطن المصري وبناء على ده يحذر على الظابط أنه يخش بيت المواطن المصري بدون إذن أحد الحكام اللي هما بيملكه اللي هما زي النيابة المؤقرة لما تروح تديله إذن بتفتيش بيت فالعربية تأخذ حكم المسكن وعشان كده دايما يتقال في القانون السيارة شقة مغلقة لا تفتش إلا بإذن من النيابة العامة أو في حالة من حالات التلبس في حالة تجاوز الضابط حدود الصلاحيات بتاعته احنا ما بنقولش إنك تتجاوز معاه أو إنك تخطئ في حقه حضرتك اقفل إزازة عربيتك افتح التليفون بتاعك صور اللي بيحصل وقول أنا مواطن مصري بتعرض لإفتئات من خلال التجاوز في استعمال الحق أو إن الضابط عايز يعمل معي كده ولازم تبقى عندك ثقة تامة إن قيادات وزارة الداخلية لا تتسطر على أحد وتعاقب كل واحد بيخطئ فعشان كده عشان نكون مجتمع متلاحم بعيد عن إن يبقى فيه خلاف ونقوله الشرطة بتأذي والمواطن ما بياخدش حقه اعرف حقك عشان محدش يعرف بعد كده يتعامل معاك إلا في حدود القانون وبما لا يتجاوز في حريتك أو يجاوز حياتك الشخصية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر